نرحب أول لعيبة مصرية عربية إفريقية لرياضة الكراتي بطلة العالم والجمهورية ويحققت كمان العالمية بالمدالية البرونزية في بطولة العالم بالمجر في اكتوبر الماضي اللعيبة مارو أحمد بطلة العالم في الكراتي أهلا بيك يا مارو أهلا مرحبا طبعا مبروك على البطولة وعلى الإنجاز الكبير اللي انت حققتي عارفيني بقى بنفسك الأول قبل ما نتكلم كده عن الرياضة وعن إنجاز كمان في مجال الدراسة أنا البطلة مارو أحمد حسين لعبة مصرية لعبت الكراتي من وانا عندي ثمان سنين كنت بقى لعب نورمال عادي لغاية معرفت ان في فريق بعد مخلصت كلية وبعدين كنت بقى لعب بطولات ودية ما كنتش بقى شارك في حاجة جمهورية أو كده بعد الكلية شاركت بطولة مناطق كانت لي في الفين وثمنتاشر بطولة المناطق دي بتأهلني إن أنا أدخل بطولة الجمهورية وبقى في المنتخب والحمد لله من الفين وثمنتاشر لالفين تلاتة وعشرين وأنا أول مناطق أول جمهورية أول تصفيات منتخب وحصلت على أول عرب أول أفريقيا وحصلت على مراكز متعددة في بطولات العالم طيب مروى قولي هنرجع تاني لما كان عندك ثمان سنين مين اللي اختار وقتها أنك تلعبي كراتي هل أنت اللي اختارتي وقتها ولا الأهل مثلا شجعوك على اختيارك للعبة هو أنا كنت عايشة في محافظة البحر الأحمر مدينة راز غارب واحنا صغيرين كان في بعض الألعاب عندنا كان منها الكراتي فأنا دخلت الكراتي أنا وأختي وكملت مسيرتي الرياضية لما اتنقلت على الكاهرة بحكم شغل والدي كملت هنا كنت قلت لعبي جودو كمان أنا لعبت جودو مؤخرا فالفين واحد وعشرين وفين اثنين وعشرين مش من وانتي صغيرة لأ بس أنت أصلا بتحب الكراتي يعني أنا بحب الكراتي هي كله يعني بعض الناس بيشوفوها لعبة عنيفة ولكن لا أنا بحبها جدا أنا بلعب كاتا مش كومتي الكاتا اللي هو القتال واهمي بيبقى ليها تكنيك معين وفنيات معينة ويعني ما بيبقاش في حد الجودو هو اللي بقى فايت فانا عشان كده جربت الجودو واني العجبك أكتر واضح نقول الكراتي هو أنا الحمد اللي حققت بطولات في الجودو وفي الكراتي بطولات عالم ولكن في الجودو للأسف ما كملتش حرمت إن أنا أقف على البوساط الدولي علشان أنا بطلت كراتي فتقلي من اتحاد للمكفوفين إن أنا لازم أسيب الكراتي عشان أعرف هي رياضة واحدة بس لا هو متاح إن أنا ألعب كذا رياضة بس في اتحاد المكفوفين دي العيحة في الاتحاد نفسه إنما بقيت الاتحادات يعني ما فيش مشكلة وكمان أنا كنت بطلت أنا أنا حققت خامس عالم أول بنت في الجودو من المكفوفين وضعف البصر تطلع بطولة دولية رسمية وتقف على البوساط الدولي وتنافس على برونز فدي كانت يعني إنجاز كبير أو تبقلي إحساسك يعني لما خدت الميدالية البرونزية وإن أنت زي ما أنت قلت أول واحدة تقف على البوساط الدولي يعني إحساسك وإنتي بتمثلي بلدك كان إيه وقتها؟ طبعا سواء بمثل بلدي في الجودو أو في الكاراتيه طبعا إحساس ما يتوصفش ببقى عناي على الذهب مش على البرونز بس بتبقى توفيق من عندي ربنا وبيبقى في ظروف للماتشات يعني أحيانا بنلعب واحد وصابين يعني في ألفين تراتة ألفين واحد وعشرين كان عندي تاكر في الظروف كان عندي إصابة يعني إصابة قوية في رجوبتي ورغم كده وقفت على البوساط ونفست على البرونز الحمد لله والجودو طبعا زي ما حضرك عارفك أنت يتكلميني قبل الفاصل في الفاصل يعني زي ما أنت قلت أنها رياضة عنيفة شوية يعني أنا بحس أنها يعني مش مناسبة أوي أو مش أي بنت هترضى أن هي من الاحتكاك من الفايت هو طبعا بيبقى في خوف في البداية ولكن إحنا الجودو كمان مستو أن نحن خلي في سقف النفس كبيرة طبعا بالزبط لأنني أنا بلعب بإحساسي ما بلعبش بعناية فدي في حد ذاتها حاجة يعني حلو كلامك بلعب بإحساسي حلو أوي يعني أنا مش مش عادي إزاي قبل البطولة يا مروي يعني قولي لي عن استعدادك قبل أي بطولة أنا عارفة طبعا أنه بيبقى في يعني تمارين مكسفة وكده أنت كان استعدادك إزاي في الكاراتي عشان أحصل على برونز في بطولة الموجر بودابيست أنا كابتني ومدربي كابتن عبدالعزيز سليمان رئيس جهاز قندية واتي زجلة هو بقى لي معايا أربع أربع مواسم أول ما روحت له قال لي أنا مش محتاج منك غير يعني نبقى أنا ووالدتك وأنتي عاملين زي مسلس يم واحد بالزبط يعني أنت ما تتأخريش علي في حاجة وأنا مش هتأخر عليك في حاجة ووالدتك نفس الموضوع طبعا والدي ووالدتي هما ندلع واحد يعني هو يعني كانت أحسن حاجة أن هو بيمرني لكني نورمل مش مش حطت في دماغي إن أنا خالص 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 هو كان بيدعمني والكاراتي الحمد لله بتاعي كويس يعني الكارتي بتاعي يعني أنا ما حرفت شوفيني وأنا ألعب على البساط يعني تقولي إن الكارتي بتاعها سليم مش كارتي او احتياجات خاصة فداللي كان بيدعمني وبيقوني أن أنا أنا ليه لا لمهي ما نفسش وهنا الحمد لله أثبتت وجودي وحصلت عند البرونزية وكان الماتش بتاعي كان يعني بصراحة صعب جدا 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 انا في اول دور عرفت ان انا يعني قالوا ان انا مش هكمل خلاص ان انا خرجت فكان احباط شديد بالنسبالي وقلت في دماغي ان انا مش هكمل كرافيتاني ما حصل وقتها علشان يتقلق كده واحنا مفروض انا بقف بنحيل البولة بتاعتي وانا كنت اول بنت لعبت في البولة فبعدها خرجت برة في صلة التسخين كان مفروض ان انا افضل موجودة عشان اعرف النتيجة ان التصنيفي ايه بص ضبط في البولة عشان اعرف هكمل ولا لا فالاسف لما خرجت قالوا لي لا انت كده مش هتكملي وبعد كده نزل على صفحة الاتحاد الدولي ان انا ليا منافسة تانية ليا فالحمد الله يعني انا رضيت في الاول بس كان طبعا الواحد تعب سنتين انا يعني لا الموضوع بالنسبالي صعب ان انا انا في اليوم انا احيانا بتمرن تلت تمارين فتنس ومبارك مرة في الاسبوع اه كم ساعة في اليوم مليش طائم معين في الاسبوع او اليوم على حسب الكابتن انا المدرب بالضبط وكمان الفتنس واحيان كنت بخرج من من فتنس للكاراتي الجودو فكان اليوم معي يعني بصرحة انت بجد سوبر هيرو طيب احنا نكمل كلامنا معاك هنطلع دلوقتي الفاصل هنشوفك فيه وانتي بتلعبي الكاراتي ونرجع مرة تانية الرئيس انا عرفت ان انتي برضو تكرمتي من الرئيس كلميني عن الجزء اه طبعا احنا بنشارك كل سنة في حفل القادرون باختلاف من اول الفين وتمنتاشر اه كان بصراحة تكريم مهم جدا ودافع علينا اه ودايما يعني بنطلع البطولة وبنبقى حطين في دماغنا ان احنا عايزين نجيب مدالية عشان نرجع اه ونتكرم من سياتة الرئيس ونرفع عالم بلدنا اه كان اول تكريم ليه كان الفين وتمنتاشر وكنت شاركت في عرض كاراتي وبعد ما خلصنا العرض احنا كنا عايزين نسلام على سياتة الرئيس وقلنا للكابتن اللي هو يعني كابتن المنتخب عندنا فقلنا انا مش مسؤول دي حاجة بتبقى بروتوكول وحاجات كده بتاع الحفلة فقلنا له كابتن احنا هننده عليه وهو هيطلع علينا ان شاء الله فبالفور احنا ندهنا علينا وزمعيلي وهو طالع وسلم علينا كل لنا وبجده هو الاب الروحي دينا ويعني احنا كنا قبل الفين وتمنتاشر كنا مهماشين ولكن بعد الفين وتمنتاشر حصل طفرة كبيرة جدا على المستوى العمل وعلى مستوى الرياضة وعلى انت كمان يا مروة يعني خلصتي الاكاديمية البحرية صح كده او فوقتي دراسيا كنت من الاوائل صح كده او انا كنت اول سنتين في الدراسة كنت الاولى على الدفعة وبعد كده كنت تانية اولى تانية اولى لغاية ما اتخركت تانية على الدفعة وكملت مسيرتي العلمية ان انا حضرت مستر اكاديميك وعلى كده حاولت عشان الرياضة حاليا ان انا في اخر ترمو ان شاء الله برضو بس عنا ان شاء الله حضر دكتوران انجاز كبير او يا مروة ازاي قدرتي يعني في العادي الوقت بيبقى ديق لأي بطل رياضي يعني بيبقى مجغول جدا بالتمارين بتبقى واخد اغلب الاسبوع بتاخد التمرين نفسه بيقعد وقت كبير خصوصا لما بيكون في بطولة يعني بنشوف ناس متفوقة رياضيا يا متفوقة دراسيا الاثنين مع بعض بتكون حاجة صعبة وعايزة تنظيم وقت كبير قوي وعايزة دعم كبير من الاهل فقل لي قدرت تعملي ده ازاي هو بصراحة اللي تمع بعض تحدي كبير لي والاهلي والصحابي انتي قصدت تحتي نفسك في تحدي دي اه انا ما بعرفش عيش بدون رزق وتحدي وان انا عندي كذا حاجة انا عايزة وصلوا بالزبط وبعدين كل حاجة بتكمل بعض عندي يعني يعني انا بحاول على قد مقدر ان انا امشي في جميع الاتجاهات لا انا اكمل علميا واكمل رياضيا فلازم امشي في جميع الاتجاهات والدعم الاكبر ليه طبعا والدي والدتي والمنتال كوتش انا عندي منتال كوتش دكتور محمل عبداللطيف هو دايما معي بصراحة في مشاكلي ودايما يعني الواحد احيانا بيحبط هو دايما دكتور انا عندي كذا دكتور عندي بطولة دكتور عندي متحان ويحاول ان هو يفنت دماغي ويحاول خلينا افكر بطريقة ايجابية علشان اعرف اكمل لان احنا احيانا بتقابلنا صعبات كتير بس بدون الصعبات مش عندنا تحدي ولا نعرف نوصل اللي احنا عاوزين اكيد ايه اكتر الصعبات شايف شفتيها وجهتك في حياتك هالكت اكتر في مجال الرياضة ولا في الدراسة هو طبعا كل حاجة لها صعباتها يعني انا تخطيت جزئية الدراسة حالان مركزة في الرياضة الرياضة طبعا بتقابلني صعبات انا عشان اتمرن انا يعني بيبقى عندي دكتور تخزيه او دكتور منتال كوتش ودكتور برايفيت في حاجات كتير في في الرياضة عشان اوصل للمستوى اللي انا عاوزها واني ما بقاش اقل من اللاعبين برا مصر وده ادركته في لعبة الجودو اكتر لاني لعبة الجودو محتاجة محتاجة حاجات كتير عشان اقف على بساط دولي وابقى زي زي الابطال دول ان هما بيلعبوا من بدري انا لسه دخل المجال كان قريب جدا بس الحمد لله يعني انا فرحانة بنفسي جدا وفخوري اني وقفت على البوساط ونفست على اول بطولة دولية نفس على برونز فكانت حاجة يعني كبيرة بالنسبة لك انا شايفة ان في ميداليا جولد كمان انتي لابساها غير الميداليا المكتوب عليها بودابست اللي هي بتاعت المدولة الماجر فيه كمان الجولد الجولد دي كانت افريقيا تقريبا او او افريقيا في المغرب احنا تعمل لنا تصفيات منتخب مرتين علشان نقاهل ان احنا نطلع بطولة العالم كانت اول بطولة افريقية تقام لينا وان شاء الله مش هتبقى اخر بطولة كانت في المغرب بطولة دي وكانت يعني حاجة كويسة لينا كانت اكدناها بروفا لبطولة العالم عشان نشوف اخطاءنا ايه ونكملها ونشتغل عليها كانت قابل بطولة العالم تقريبا بشهرين والحمد لله حصلت على اول او الافريقيا وكان دعم كبير لي ايه اكتر بطولة انت بتعتز بيها او قريبة اكتر لقلبك يمكن بطولة الفين تلاتة وعشرين مش قصة ان انا عشان حصلت فيها على برونز ولكن الماتش الفاينال بالنسبة لي كان صعب لاني كان ريسك لبرا لجوة يعني لثالث واجيب برونز لخامس ومش معي مادليا كنت محتارة ما بين اتنين كاتا والكابتن يعني الحمد لله صمم على كاتا معينة والبنت اللي كانت بتنفسني لعبة نفس الكاتا فكان ريسك كبير على برضو الحكام ان هو يختار ما بين ادائي والكراتي بتاعي وما بين البنت اللقصادي والحمد لله وفقت وحصلت على المادليا البرونزية وكان يعني كان اختيار الكابتن سليم في محله بديني المين الانجاز اللي انت فيه دلوقت يا مروا يعني هنختم حلقاتنا خلاص بس كلمة بسيطة كده طبعا بحدي انجازي يعني الجمهارية مصر عربية والشعب مصر كل اللي دعمني وقف جنبي حقيقي انا كنت فرحانة جدا لما رجعت وهنا في المطار كان يستقبال حافل من قريبي وولايا الامور وطبعا احب اشكر سيادة الرئيس محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري الكراتي هو دعم كبير لينا وطبعا رئيس الجهاز القادرات الخاصة بالكراتي وجهاز الفني وطبعا والدي والدتي وكابتيني ومدربي كابتين عبدالعلي السليمان وكل الناس اللي دعمتني ووقفت جنبي وان شاء الله يا ربي عندنا أولمبياد ان شاء الله الفترة الجاية ان شاء الله وشكرا ليكي ومزيد من التفوق والنجاحات في دراستك وفي الرياضة شكرا ليكي يا مروا شكرا وصلت معاكم لنهاية حلقتنا استنونا كل يوم مع فريق عمل جديد في مصر جميلة اشتركوا في القناة